قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ قال تعالى إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءَ وَمَنْ يُشْرِكَ بِاللَّهِ فَقَدْ افْتَرَى إِثْمًا عَظِيمًا ثانياً إياك وحقوق العباد ابتعد تماماً عن الذنوب المتعلقة بالخلق في دم أو مال أو عرض فذلك ديوان لا يتركه الله يوم القيامة إلا بالقصاص من الظالم أو العفو من المظلوم ثالثاً كن دائماً معترفاً لربك بذنبك نادماً على معصيتك وأكثر من الأعمال الصالحة قال تعالى وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملاً صالحاً وآخر سيئاً عسى الله أن يتوب عليهم إن الله غفور الرحيم وفي الحديث أبوء لك أي أقر لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت ترجمة نانسي قنقر